بمناسبة يوم المريض العالمي تم رفع العديد من الصلوات والقداديس الإلهية في العالم حيث أقامت النيابة الأسقفية الفلسطينية الأردنية في أمريكا التابعة للبطرياركية المسكنية المقدسة يوماً للصلاة من أجل مرضى السرطان في كاتدرائية القديس جوارجيوس في دالي سيتي شمال ولاية كاليفورنيا تخلل هذا اليوم قداس إلهي وصلاة تقديس الزيت وزيارات للمرضى في مستشفيات المنطقة وصلاة من أجل راحة نفوس جميع الذين رقدوا على رجاء القيامة والحياة الأبدية بسبب مرضى السرطان وفي نهاية اليوم ألقى قدس إرشمندريت الكرسي المسكوني الدكتور ذيماسكنوس الأزرعي عذة روحية تحدث من خلالها عن المرض من وجهة نظر مسيحية وأهمية أن ننتصر عليه بسلاح الإيمان والرجاء كما أكد على أهمية أن نقف بجانبهم ونقدم لهم الدعم والمساعدة مجسدين بهذا وصية محبة القريب في حياتنا